أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تتابع بقلق بالغ الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأما تشهد من تصاعد في موثيرة أعمال العنف ضد أمناء الشعب الفلسطيني جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها شكري مع ناضيه الفلسطيني رياض المالكي حيث استعرض شكري جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الأطر والمحافل الإقليمية والدولية بما في ذلك استضافة اجتماع شرم الشيخ الخماسي الأخير والمشاركة في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونيخ منتصف الشهر الجاري وذلك بهدف تحقيق التهدئة وتهيئة الأجواء لأعادة تحريك عملية السلام كما أبرز شكري الدور الذي تطلع به مصر في ملف مصالحة بين الفصائل الفلسطينية لإعادة توحيد الصف الفلسطيني وفقا للمحددات التي تم التوافق عليها في الاتفاقات السابقة ذات الصلة ترجمة نانسي قنقر